بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد حمادة المدرس المساعد قسم الرقابة الصحية على الأغذية قسم الرقابة الصحية على الأغذية كلية الطب البطهري جمعة مدينة السادات في مصر إن شاء الله أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سلامة الأغذية وكنا بدأنا في الكلام عن الأضحية وكلمنا المرة الفيديو اللي فات عن المعايير الشرعية والنهاردة إن شاء الله بنكمل بعنوان سلامة وصحة الأضحية سلامة وصحة الأضحية كلسان طيبين بعد أيام قليلة سيهل علينا طبعا هلال شهر زلحجة فبنقول لكل الناس اللي نوية على الأضحية إذا أهل هلال زلحجة حرما على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الضفر أو البشرة أي من كل البدن أو من جميع البدن لا تخذش حاجة من جسمك خلاص لا تقص ضفرك ولا تحلق شعرك ولا دأنك ولا كلام دا دا كلام دا رجال ونساء للكل من جميع البدن وذلك لحديث أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذلحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وهذا لصاحب الأضحية وليس على أهل بيته يعني اللي هيضحي مش اللي على أهل بيته هو بس سواء رجل أو امرأة نبدأ في سلامة وصحة الأضحية عمر الأضحية وسلامتها شرط أساسي لا تصح الأضحية بدونها يبقى العمر مع السلامة العمر مع السلامة ولذلك النقطتين دولة اللي هنتكلم عليهم في الفيديو ده عمر أضحية وسلامة الأضحية من الناحية الشرعية يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء يعني عشان الأضحية تبقى أضحية وتتحسب عند ربنا أضحية لابد أن ما يكون شفاء عيوب وفي نفس الوقت تكون أقل العمر تمام؟ العيوب المانعة من الإجزاء دي زي إيه؟ زي العور زي المرض زي الهزال زي العرج طيب الأول هنبدأ نتكلم على عمر الأضحية أو سن الأضحية اللي هو بنسميه عمر نضج اللحم عندنا احنا كتخصص لحوم نقبص لحوم عمر نضج اللحم عنده الأضحية هو العمر ليه تحدد السن ده؟ لأنه السن اللي بتبقى الأضحية شالت فيه لحم كافي ويخليها فعلا تسمى بأضحية والسن زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت ثلاث أقسام قلنا أول سن عندنا اللي هو إيه؟ بالنسبة للضقن اللي هي الغنم ست شهور وانت طالع والماعز سنة والماعز إيه؟ سنة طيب إزاي أعرف أصلا الست شهور أو السنة بالنسبة للضقن والإيه؟ والماعز الأول لو لقيت السنان كلها شكل بعدها زي ما أنت شايف في الصورة دي كده دي بنسميها أسنان لبنية كلها شكل بعدها بنفس المقاس ونفس الشكل ودايما لونها يميل لللون الأبيض بنفس الشكل كده لكن إمتى تاخد الضقن ست شهور؟ وإمتى المعز السنة؟ بنلاقي الصورة اختلفت إزاي؟ ألاقي فيه اتنين قاطع لديها قاطعين دائمين يعني إيه قاطعين دائمين؟ يعني فيه سنتين ماشي؟ القواطع اتحولت من أسنان اللبنية للأسنان المستديمة بمعنى آخر إن لديها قاطعين دائمين أي أن الأسنان في المنتصف أطور من إيه؟ من غيرهما ودا المعنى التاني إن القواطع الأمامية أول زوج فيها في الوسط حصل له بتحولت من اللبنية لإيه؟ لمستديمة فزي ما انت شايف كده في الشكل إيه؟ كبرت عن الباقي وخدت شكل مختلف عن إيه؟ عن باقي إيه؟ عن باقي إيه؟ الأسنان في الحالة دي أول ما لقى اتنين قاطع بس تغيره في الأسنان كده اتضقن بقت عندي ست شهور أول ما يعز عندي سنة واللتنين دول بيحققوا إيه؟ بيحققوا وزن حوالي 55 كيلو آي 55 كيلو آي يبقى ده بيحقق لي حوالي وزن 55 كيلو آي ده العمر الأولاني اللي كلمنا على اللواء في الضقن والمعز أما بالنسبة للذكور بتاعة الأبقار والجموس زكور الأبقار والجموس عندي بتبقى العمر سنتين قبل السنتين ما يتحققوا بتلاقي السنة زي ما انت شايف كده يعني زي ما انت شايف كده الكتل أقل من 18 شهر أقل من 18 شهر من العمر تلاقي الأسنان كلها إيه؟ كلها نفس المقاس نفس الشكل دائما بتميل إلى اللون الأبيض لكن لما توصل سنتين تلاقيس الشكل اختلف نفس الشرط اللي قلناه قبل كده لديها قاطعين دائمين أي أن الأسنان في المنتصف أطول من غيرهما زي ما انت شايف كده فيه قاطعين اتغيرهم وهنا قاطعين اتغيرهم عن باقي الأسنان ولذلك بنقول لك خلاص إيه؟ بيبقى عمرها سنتين عمرها إيه؟ سنتين وانت طالع اللي هو استبدال يعني الأسنان من اللبنية إلى مستدين هنا في الوزن بتاع الكاتل في الحالة دي بيقى حوالي إيه؟ حوالي يعني الأبقار وجموس حوالي 400 كيلو خلي بالك أن 55 جيلو اللي فاتوا في الماعز والضق و400 كيلو هنا بالنسبة للأبقار والجموس والله لو تحققوا لو تحققوا قبل ما نوصل للسنتين أو قبل ما نوصل للسنة بالنسبة للماعز أو قبل ما نوصل للست شهور بالنسبة للضق يعني يجاز استخدامها كأطحية عادي لأن هنا تحقق شرط السن اللي هو وصول للوزن المطلوب طيب بالنسبة للقسم التالت عندنا اللي هي القبل والقبل احنا عرفنا قبل كده أن هي خمس سنين قبل الخمس سنين زي ما احنا اتفقنا بتبقى الأسنان كل شكل بعضها واخدر الأسنان اللبنية لكن بعد الخمس سنين بيبقى لديها قاطعين دائمين أي أن الأسنان في المنتصف أطول من غيرهما بمعنى آخر زي ما احنا قلنا الشكل بيبقى قاطعين في الوسط اتغيروا قاطعين غير بقية الأسنان قاطعين غير بقية الأسنان قاطعين هم في الوسط غير بقية الأسنان وده معنى إيه؟ معنى أن حصل استبدال من أسنان لبنية إلى أسنان إيه؟ إلى أسنان مستدين طيب دي نقطة العمر دي نقطة العمر وتأكدنا منها خلاص وعرفناها طيب إزاي نستدلب على ان الحيوان عموما بيتمتع بحالة صحية جيدة. ازاي? اول حاجة لازم نفحص الايه? نفحص القضحية. طيب نفحصها ازاي? انت بنفسك اللي تفحصها? انت بنفسك? افحصها ازاي يا عم انا طيب انا ما اعرفش. لا ده حاجات بسيطة جدا انا تعرفها مني دلوقتي ان شاء الله. طيب افحص بايه? تفحص بايدك وبعينك. بص بعينك كده وبايدك في بعض الاحيان. طيب ازاي? اول حاجة. اه حاجة طبعا كل الناس تقدر تعرفها. حيوية وحركة ونشاط الحيوان. لان الحيوان ما ده مكسل وحصل فيه خمول. ده معناه ان فيه متعب صحي. رأسه تكون ايه? واخدى وضع نفس مستوى الجسم. لا هي عالية بشكل دائم ولا هي واطية بشكل ايه? بشكل دائم. تمام? وكذلك القوائم بتاعته زي ما انت شايف كده تكون قوائم بتاعته الخلفية والامامية تكون ايه? تكون سليمة زي ما انت شايف كده في الصورة الجميلة دي. طيب ايه تاني? الحيوان مقبل على الاكل سواء اخضر او مركز مركزات او او اعلاف خضرة. بياكل الحيوان بياكل. الحيوان المريض بيمتنع عن تناول الاعلاف او بيقبل عليها بصعوبة. اذا ما دام الحيوان بياكل كويس ما عنديش مشكلة خالص. مع الاخذ في الاعتبار ان الحيوان او ما بتجيب بس انت من السوق وبتاع بياخد له يعني فترة كده ايه? مش واخد عالجوه. فممكن اكله يقل شوية ده مش معناه علامة مرضية. شوية وهياخد على الوضع وياكل كويس. طيب ايه تاني? ان يكون الحيوان اللي قدامك مسمن بصورة جيدة ومتميز وسط باقي الحيوانات. حيوان كده له مظهر كويس ومتسمن كويس وشكله كويس. تمام? ده شكل ايه? دي حاجات عامة. حاجات عامة اي حد يقدر يعرفها. ايه تاني? الجلد نفسه بتاع الحيوان وجسم الحيوان مفيش فيه حشرات خارجية. مفيش فيه خراريج. مفيش فيه دمامل. وخصوصا فين? خصوصا تحت الفك السفلي ومنطقة الرقبة. خصوصا تحت الفك الايه? تحت الفك السفلي المنطقة دي كده. ومنطقة الايه? ومنطقة الرقبة في كل الايه? الحيوانات. ايه تاني? العين ما شاء الله لازم تكون العين ايه? العين لامعة ناصعة البياض. ما فيش فقه التهابات. ما فيش فقه صديد. ما فيش فقه افرازات زيادة. ماشي? لونها مش احمر زي حالات الحمى ولا اصفر زي حالات اليرقان او الصفرة ده مهم جدا ايه تاني السلسلة بتاعة العمود الفقري والظهر تكون الظهر يكون مستوي وعريض ماشي والقوائم الامامية والخلفية والرقبة والديل ومقدمة الصدر بالنسبة للعمل كلها لازم تكون ايه ممتلئة باللحم ممتلئة بالايه باللحم وما يباشى ظاهر فعل العظم ما يباشى ظاهر فعل ايه العظم مش حواما عظم لا حواما يكون ظاهره مستوي عريض مليان لحم مع مقدمة الايه الصدر والرقبة والديل والقوائم الامامية والخلفية ايه تاني الحوام ما يباشى في ايه اعراض عصبية ما بينطحش فرحيتها بشكل مستمر ما بيلفش في شكل دائري بشكل مستمر ما بيخافش من الماء بشكل دائم وغيره من الاعراض الايه العصبية كذلك الاضحية عموما لازم يكون خالية من الامراض الظاهرية زي يكون فيها جدري مثلا يكون فيها تيتانوس يكون فيها سعار حمى حالات حمى حالات ضعف عام هزال عام كل ده من الاعراض العامة اللي يقدر اي حد ايه يعرف الحوام يكون بيتنفس بشكل طبيعي ما فيش فيه كحة ما فيش فيه نهجان تمام ايضا الصوف بتاع الحوام اذا كان له صوف او شعر يكون ابيض ناعم لامع ما بيتقصفش بسهولة بمجرد شده باليد مالوش لون شاحب كلام ده كله فيه الشعر او الصوف اللي موجود على الايه على جد الحوام من الخارج ما فيش افرازات ولا ارتشحات ولا التهابات في الانف في الفم في اللسان تمام الفم لازم يكون نظيف تفتح بقه كده تلاقي ما فيش فيه قرح ما فيش فيه بثور ما فيش فيه سهلان ولا زادة افرازات في اللعاب زي حالات الحمى القلعية الانف برضو لازم تكون ايه تكون نظيفة ما فيش فيه قرح ولا بثور وخالية من الافرازات بزيادة وخالية من الافرازات ايه بزيادة ايضا ابص على المؤخرة بتاع الحيوان ما يباش فيه اسهال اسفل الايليا كده بالنسبة للغنم اسفل الديل بالنسبة للمعيز وباقي الحيوانات لو لقيت روس وهذا الروس ملتصب بمؤخرة الحياة وفي حالة لينة ده معناه ان في اسهال هنا لازم ايه اشوف ايه المشكلة فيه بالظبط تمام او اراجع طبيب او كده طيب اه اه كده احنا عرفنا ازاي اختار الايه الاضحية بشكل سليم بشكل ايه بشكل سليم من خلال ايه العلامات اللي احنا اتكلمنا عليها نقولو كله سن طيبين عيد اضحى مبارك وكل عام انتم بخير وان شاء الله نحاول نكمل في بعض الحاجات اللي هي ممكن نحتاج نعرفها عنه الاضحية ان شاء الله في فيديوهات قادمة نلقاكم في فيديو شيء جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته